Hello everyone قواعد الأسماء English nouns في هذا الدرس سوف نتعلم بعض قواعد الأسماء بتحتل الأسماء المركز الأول في الكلمات الإنجليزية nouns والمعظم الأفعال اللغة الإنجليزية لها اسم يمكن صغط الاسم من الفعل زي ما هنشوف في number one معظم الأسماء بيكون شكلها نفس شكل الفعل يعني هنلاقي من الverb ممكن يكون noun ممكن يكون verb زي كلمة play ممكن تيجي بمعنى يلعب verb وممكن بمعنى لعب اسم noun drive بمعنى فعل يقود verb وممكن تيجي noun اسم بمعنى قيادة يبقى أول قسمة من أنواع الأسماء إن الاسم بيكون شكله هو شكل الفعل ممكن الفعل ده يكون verb وممكن يكون noun وما بيضغيرش فيه أو ما بيضفلوش أي حروف أخرى black word play black word drive تاني نوع من أنواع الأسماء إن إحنا ممكن نضاف أو تصاب بإضافة الing فتحول من verb to noun convert from verb to noun eat eating add ing teach يدرس teaching تدريس تحولت من فعل لإسم number three بعض الأسماء بتصاب بإضافة ال-t-i-o-n للإسم من الفعل للإسم educate education educate يعلم education تعليم number four الكثير من الأسماء شكلها بيختلف عن شكل الفعل خالص زي word choose يختار choice اختيار ask يسأل question سؤال develop يتطور development تطوير perform يؤدي performance نلاحظ تغيير الإسم عن الفعل بشكل مختلف تماما choose choice ask question develop development perform performance وفي بعض الأفعال عندما نضيف لها t-i-o-n تحول من صيغة الفعل لصيغة النوم educate education teach teaching بإضافة ال-ing eat eating ويسمى هذا النوم جيراند لماذا لأنه نضيف الverb plus ing وكان أساسه فعل like eat eating teach teaching المتابعة كورس الجرامر كامل من أول درس وهذا يكون أقصر من 22 جزءا سوف تجد link هذا الكورس في صندوق الوصف طيب كلنا عارفين in articles a or an كأدات تنكير تستخدم قبل الإسم الذي غير محدد تسمى أداتي التنكير a و an في اللغة الإنجليزية indefinite articles الفرق بين أداتي التنكير a و an هو an إن a بتضاف عندما يكون الحرف الأول من الاسم حرف second consument ولكن an تضاف عندما يكون الحرف الأول من الاسم حرف vowel حرف متحرك وطبعا كلنا عارفين الفاول ذو الحروف المتحركة a e i o u ولكن هناك برضو بعض الكلمات الشزة اللي بتعتمد على حسب طريق نطق الكلمة يعني مثلا لما أقول hour ساعة نطعت أول sound كأني بنطق الأو فاول فقلت an hour الـ h silent كلمة university ما نطقتش يو نطقتها ي like why فقلت إيه a university معناها فاول ولكن جات معها أدات a أدات تنكير a university كلمة honest صادق الـ h silent a honest an honest ليه لأن الساوند في المطق الأول فاول فاخدت an كأداة تنكير للحروف المتحركة كلمة hour الحرف الأول h هنا لا ينطق لأنه إذا جاء بعده حرف o فإن الحرف h لا ينطق فكلمة نطقت hour 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 فقلنا an hour وكذلك كلمة honest بنفس الطريقة لكن كلمة university الحرف y هنا نطق you 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 فهنا اتعاملت معاملة الـ a constant كأنها y university a university ولكن لم تنطق can you like umbrella an umbrella a a ومفرد زي الوظائف وزي الأسماء الانيمالز مثلا والحيوانات we have a cat and a dog i am a teacher i am a doctor she is an actress he is an engineer تمام يبقى نلاحظ دايما إن a وan بتستخدم مع أسماء مفردة نكرة قابلة للعد و-a بتستخدم مع الحروف يعني بداية الحرف في الاسم يكون ساكن ولكن an لازم يكون بداية الحرف في الاسم يكون متحرك كلنا عارفين الفاولز الحروف المتحركة خمس حروف لو عرفناهم إن هما دول الفاولز أي حرف تاني من هيكون حرف ساكن طيب يجب إضافة أداة التنكير عند التعبير عن الكميات لما جاول قليل قليل بس الاسم اللي يعد ولتل للإسم اللذي لا يعد برضو a lot كسير وتأتي مع countable and uncountable nouns a pair a pair of زوج من a number of عدد من a hundred of مئة من a quarter ربع a half of نصف من a pipe of قطعة صغيرة من a couple of زوج من أو 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 كي بيجوز برضو إضافة أداة التنكير عوضا عن كلمة pair لكل يعني ممكن نستخدم once a day or once per a day مرة في اليوم once a day equal once per day twice a week مرتين في الأسبوع or twice per week two hundred months or two hundred per months مئتين في الشهر يجب كمان إضافة أداة التنكير عند التعجب بكلمة what لما يليها اسمه مفرط وقابل للعد what a whole يا للحفرة أو يا لها من حفرة لا يجوز استخدام طبعا أدوات التنكير مع abstract nouns اللي هي الأسماء المعنوية يعني اللي فيها feelings مشاعر و emotions عوطف لا يجوز الاستخدام أداة التنكير مع الأسماء اللي بيسبق بها حرف جر باي ما يفعش أقول I went by a car غلط أنا ذهبت بوسط السيارة ما فيش آه هنا buy car على دول لا يجوز استخدام أداة التنكير بعد نو ما يفعش أقول I have no a pen غلط أقول I have no pen ليس لدي أدنى فكرة I have no idea ما أقولش an idea بدأ من نو بتحزي في أداة التنكير I have no idea I have no pen I went by car buy ما يجيش بعدها أداة التنكير لا ولا and وسوف تجد في صندوق الوصف لينك الكورس محادثات باللغة الإنجليزية بتحديث اللغة الإنجليزية بسهولة سوف تجد لينك هذا الكورس في صندوق الوصف يبقى زي ما احنا قلنا ما ينفعش نستخدم أداة التنكير قبل نو أو قبل باي كحرف جر قبل الاسم أوكي طيب احنا قلنا نلاقي جزء استخدام أداة التنكير قبل الأسماء اللي بتسبقها ضمير ملكية أو ضمير إشارة يعني ما هنا ضمير ملكية أو لو في ضمير إشارة ما ينفعش أقول كمان أسماء الدول والمدن والجبال والأنهار والشوارع واللغات والوجبات والمجلات والمطارات والمحطات ما ينفعش أستخدم قبلها أداة التنكير ما ينفعش أقول لا يجوز إضافة أداة التنكير قبل المواد غضا غلط أقول الماء يحتوي على أكسجين لا يجوز إضافة أداة التنكير قبل أي أو سم أو سمون أو أنيبادي ما ينفعش أقول شخص ما أخبرني بأنك رحلت لا أقول شخص أخبرني برحيلك سمون على طول يبقى أني سم سمون أنيبادي ما ينفعش أقول قبلها كأداة التنكير أتمنى تكونوا صفاتكم من الدرس أتمنى يكون الدرس وضح إنت أستخدم كأداة التنكير كما معكم